موسيقى يوم الليلة يوم النغض يا نادر اولا حاجة انا بعتقد ان نادر خضر فنان كسول جدا يطلع عقني ويمشي انا انا ما عارف القصة ذاته في الموضوع ذا يعني من الضيئة 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 وغيره من الاجابيات بضيعها بالكسلة الشديدة يعني نادر يقول لك الليلة ما عنده موت مثلا اقتفي سنة السنة دي ما عارفها بتمشي وين او بيعمل فيها شون تعمل شون يا نادر انت في السنة دي السنة بتكون اجازة دي الصوت الجميل في العالم كله ماضح هو الفنان هو الذي يمتلك صوت جميل بس يعني المزالة بيحتاج للمراس والتنافزات في الصحة اصبح تنافس كبير جدا يعني يعني حسا نادر اما منافسين انه هزم الناس فرفور ديل عندهم انطاقة جبارة يزهروا في النيل الازرق بيجاي بعد شو يمشي الشروق تاني يجو في هارموني يمشي بيطوفوا في كل الغنوات وبسيطوا بيشاركوا في الحفلات يمشي المهرجانات نادر كسلان نادر ما حتى اخر مرة عرفت انه اعتذر عن المشاركة فهرجان الوبرو ما دار يمشي المهرجانات ما دار يشارك فيه التلفزيونات مشاركته شحيحة جدا الصحافة حواراته بقلت طيب ده فنانت شنو دي حاجة غريبة المسألة والله بتستدعي التساؤل يعني بتستدعي الوقفة مع النفس انه نادر تاني حاجة نادر في اغنياته ذاته مركز على ستايل واحد بس يعني وشعره معينين يعني انا ما دار اسكره سامي لكن نادر ما متوسع في تعامله مع الشعره يعني ومضيع موهبته دي في مجاملاته حتى في اختياراته للاغاني في غيره في نائب اغنيات السنة جمهور لا يحفظ الا اغنيات معينة للنادر خذير يعني اغنيات واغنتين بسنين طويلة في الوسط دي انا اعتقد انه نادر على الاقل كان مفروض انه تكون عنده عشر اغاني في الزاكرة زاكرة المستمع السوداني وزاكرة الجمهور السوداني غير كده نادر لا يوسق يعني ما عنده كسد فنان بمستوى نادر خذر لا عنده كسد لا يوجد له كسد السوق لياس لو خدم حمود عبدالعزيز عنده عشرات الشرايط يعني والكسد بغض النظر انه الناس قلموا عن المستوى الفنية وغيره المهم هو وسق توسيق نادر ما عنده اي توسيق مسموع حتى الان وهذه كارثة في اعتقادي يعني انه انا بدعو نادر خذر انه ينغذ نفسه انه نادر اسه على شفا حفرة يعني هو خلاص قرب يقع انا بشوف انه مفروض انغذ نفسه يقعد مع نفسه ويدرب حساباته دي وطلع اوراقه القديمة عنه فلس تاجر لما يفلس بطلع اوراقه القديمة طلع اوراقه القديمة طلع اوراقه شان ينغذ نفسه وانا اعتقد انه هذا الصوت يحتاج لانغاز ده دورنا كصحافيين ونقول له الكلام ده حتى بقول له اسمح كلام ببكيك ما تسمح كلام بضحكك اسمح كلام ببكيك ما تسمح كلام بضحكك من سرد ويفارد أخونا الأستاذ طارق شريف واضح انه انت بتعرفوا بعض كويس وثلاثكم ما عارفه وسيغه وهو بتكلم عنك كصديق وكده انا بحييه بحطرمه بتشاهد نظره جدا فيما يختص بانه انا كسول ما قدمته هنا قريب اتفق معه اتفق معه تماما ده يعني انتزعني احتراف اول عبر مخطة خارجية من سرد البارك شريف اتفق مع انه في الفترة الاخيرة يمكن في السنة الاخيرة وفي السنتين الاخيرات ها؟ هد لا يكون في يعني هو طبعا دائما انتم معاييركم الصحافين دي للحفلة العامة والتواجد في حتات وفي المهرجانات وأسه هو يعني رغم انه الحتة القالة بتاعت الكسل في عدم التجديد دي يعني لحد ما صحيحة اما الحتة بتاعتينه المهرجانات واعتزار طبعا قبل شوية كان قابلت معاكم هنا دكتور الجبالي اللي هو كان اتصال بي بخصوص حفل في الأوبرا وانا رحبت على الفكرة بدون اي شروط نسق تماما في فاتك بدون اي شروط وكان مفروض البرنامج ده اهتيم في شهر سبعة وانا كان عندي ظرف هازبي كان لازم تكون متواجد في القاهرة في الفترة ديه بل اضافة لموضوع المهرجان ده انا كان قبلية بشهر مشيت السيوبيا مع وفد من وزارة الثقافة الولايية و جيت من السيوبيا على اساس انه انا هامشي شهر سبعة اصلا انا هامشي الغاهرة و اقوم بحياء الحفل ده فوجئت من اتصلت بدكتور الجبالي في الغاهرة و رد انه البرنامج غايم في مواعيده و واصل معه والصديق الاخي الحبيب محمد امين في الغاهرة وبحييه عبر هارموني وهو من الناس المحبين جدا اللي غنات هارموني كيفك يا دابول تمام؟ دابول ده اشنو؟ دابول ده اسمه الشهرة بتاع بمحمد ده اسمه الشهرة يعني ما مصطلح شبابي لابع الموضوع لا لا هو بس راجع شوية بصحة يعني اللي ديمة عليه اللهم امين فاتصل بدكتور الجبالي اكتر من مرة ودكتور الجبالي كان الحضور و اتمنى انه انتو تسألوه فما كان في اي تقصير من جانبي لعدم المشاركة في مهرجان الاوبرا يعني المعلومة اللي انتو هارموني ظروف خاصة بون هون لا ادري قال لي يا اخي ما زال الاتفاق الوقت ما سمح لينا لانه خشينا على الاستوديو لكن بيقول لي هنجي و هنعمل البرنامج تاني والمهرجان وغيره و الى ذلك الحين بحيي لك طارق شريف في اما الجزية دي اطارق ما تحمل علي يعني انتو انتفق معه في الكسل واختلفت معه في معلومة انه انت ما احتزرتها لكن في ظروف انا ما في مهرجان دعيت ليه اصلا يعني يعني دعيت ليه اكثر من مرة للمشاركة مرتين وقال انه الفنانين الشباب يضرب مثل بجمال فرفور وغيره انه بيمتلكوا طاقة جبارة وموجودين متواجدين اعلاميين متواجدين على الساحة الفنية وقال انه انت للأسف الشديد غايب اي اضاف نقطة مهمة احنا اسرناه وقال انه انت ما موسغ لنفسك عبر حاملات الكسيد ومستغرب انه انت فنان كيف لا متواجد في وسائل اعلام ولا موسغ لنفسك في الكسيد فنان من منازلهم انت فنان كيف دي اه ده موضوع يعني دار لو عشرة حلقات شغل ناغس الجزوية دي اما فيما يتعلق موضوع الكسيد انا رديت عليه اكثر من مرة افتكر اما فيما يتعلق بالزملاء انت صبت الان كانوا بزروق دايما حكايت الشريط انه انت دايما طلعت شريط حتى بديت تصخرين انا انا ما دايش شريط دايير ابقى ليوه كده يعني نعم انا انا اصهر بالليو طوالي شريطين مع بعض اه يعني مزالة بالليو في التندل نعم انا 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 رديت اكثر من مرة وحتى خلال برنامي ذا الجزوية دي انا ناغشتها فيما يتخص بانتاج الشريط الجزو الثاني فيما يتعلق بعدم المشاركة مع رجانات انا رديت عليه ليس لديك غاني في الزاكرة اه برضو بقول ليها طارق شريف انا قابلتك من عرفتك مرة واحدة رغم انه رجل بعرف من فترة طويلة اه لا شاهدت في مناسبة خاصة ولا في حفلات تخريج ودائما الاخوان الصحفيين المعظمهم بيكونوا بيتواجدوا مثلا في مناسبة انا مشارك فيها يعني البعض فيهم بيجي يقدم رأي سالب او ايجاب يتكلم بشفافية وبيروح الرياضية عالية جدا انا ما اذكر يعني في بعض الحفلات بالتأكيد بالتأكيد حتى يعني طارق حتى لما جاء مرة ومرتين اتلاقينا واتكلمنا وكذا وكذا كذا كثير من الاخوان الصحفيين انا ما بذكر هو كان يعني هو حضور في كذا سنة ما يتقابلنا في برنامج وقبل كذا هو اذا ما بيرى انه انا من الفنانين المؤسرين والاصحاب الجماهيرية كان في مهرجان تمني والاخ طارق وانا من اوائل الناس اللي اتصل بي وقال لي انت اول زورة ما اتصل بيك يا نادر واتلا يا طارق واخد على المزأ الذي قال انت فنان تمتلك هو رأي الشخصي ما انا بقول لك يعني قال فنان تمتلك صوت جميل ولات ان هو اطلق حملة لينغازك وقال انت على شفاحفرة من الضيع وطالبت بالوخفة مع نفسك وهو ربما يعني قال الرأي ده من محبة انه وقفة مع النفس وتحتاج جهين لك انت تعيد حساباتك حساب الانسان هو الانبياء يكون عندهم وقفة مع نفسهم قطع الشكن عندي وقفات ما وقفة واحدة مع نفسي ولازم الواحد راجع الكمال لله من منا لا يخطي ما فيه السيدة المسيح بيقول من كان منكم بلا خطيئة فلي يرميها بحجر نتكلم عن الخطيئة في المعصية لكن منو فينا ما خطاء ومنو فينا ما بغلط والزول الجاهل الغبيان اللي بيعتقد انه هو معصوم عن الخطأ انت بتمارس نقضي ذاتي مع نفسك بطريقة يعني انا اكتر زول يا هيسم لما جاء نوم بالليل بخطراصي في المخدة لو حسبت من واحد الى خمسين بيتلقاني انوم ويمكن يعني علمي المسألة دي اي زول شايل الهم ولا شاعر بعض امرض عن نفسه النوم بيجافي وليس وليه ايام انا اكتر زول متوازن وامهم مع نفسي ويمكن قد اكون انا كفنان ويكون فيه رأي بعض حتى من الناس كثيرين عنده رأي فيني كفنان لكن لا يستطيع واحد يعني يعني تعتقد انه جافي الحقيقة واللي ك يعني انا حاولت في يوم من الى ايام اغلط على الانسان انا ولا افترع انا سروتي الحقيقية محبيني ومعجبي وجمهوري اللي بعتقدين انه انا صنع اللي هو صنعني بعض الناس يقول هو اللي صنع الجمهور ده انا بعتقدت الجمهور ده هو التواجني وحب الفضل الكبير عليه هو جمهورك صنعك لك انت ما قدمت اليوم حاجة بدليل انه حتى بخلت عليه باشي ما انتو بتتكلموا عن التقديم فيما يتعلق بحتة نقطة واحدة دوروا في فلكة حتة التوسيق وانا رديت ليك عليه فيما يتعلق بانتاج هذا جمهوري بتواصل حفلات ده يا ريت انت بعد الحلقة دي وبعد العيد مباشرة نكون في حفلة ازاجة ماهيرية ولا كده وتجي انت يا هيسم شخصيا ومن تحب تجي تحضروا الحفلة ازا انتو بتعتقدوا انه تفاعل الجمهور وترديدوا للغنى اللي بعض الاخوان قال مافي زول حافظ اكتر من اغنية ماشوف الكمة الهايئة من الغنى حافظين الناس زيل يا ريت بعدين واذا ما غنوا اكتبوا انا عافليكم واذا قالوا ارجو انكم تكونوا امينين وتكتبوا الكلام ده في صحفكم انت غنيك راسخة يعني في الاسهان والوجدان في المحبيني والناس اللي يحضروا حفلاتين راسخة بلا شك وانا راضي جدا جدا عنه ما بتضعط الاغنيات السهلة حتى في انتاجك الخاص على الاطلاق واذكر لي اغنية واحدة انت اضطر انها اغنية حايفة ولا اغنية الحيافة بمعرفش انا بتكلم عنه انا بتكلم انت تتكلم الناحية كلمة انا بتكلم هنا كلمات فلان الحام فلان غنانة هذا الخدر في فريق بين الهيافة والاستسهال معاي في المزال ايهما تحب انا بناخشك فيه لميس تاجود اشوف هيسة من اقبيل اتكلمت معاك عن الفجور في الحصومة اسمح لي عن اللفظة دي الفنات الشاعر الكبير الفاتح حمد اللي انا بقول ليك يعني وانا مسؤول عن كلام هذا اجمل ما هتغنيت به في حياتي على الاطلاق هي كلمات الفاتح حمد الشاعر المتشاعر زي ما انت بتقولها له ولسنين عدده متى ما انت سكرت نادر خدر بتهاجم الفاتح ومتى ما هاجمت الفاتح بتهاجم نادر وانا لايضف اثنين من السماء في العشرة اللواخر ديورة الخمسة اللواخر عشان انا ارد عليك وجها اللي وجه فضل انا اصلا جايبك عشان تردع كل وارغة او بخرة كنت بتهديم في ركون فاتح دي يمثل الركون نهام جدا جدا من اركان نجاح نادر خدر اذا ما اعتبرنا انه اكتر من نصف النجاح انا دين ليو بيو هل انت بترى انه اغنية زي لميسة اللي انت بتقولها اذا تماعا في المفردات وفي اللحن كلام في غاية العزوب والجمال وريني بيت قريب دا اولا كوبليف اي اغنية سودانية كان بمستوى المقطع في اغنية معنى الغربة الغربة في زلد عزيزا رغم عزة مديده بسأل الناس عن بلاده يا حليل بلد البريد يا حليل الدنيا كانت جنل الناس البريد واصبحت ركس السلال لا اغنية للفوق نشاف وريني اغنية مقطع بداني روعة الغربة في المويل بتجري وتسأل الناس عن طفافة تدفر الخير المهاجر والنفوس راضية بكفافة الغربة في البتة البتنزل دمع في ليلة الزفافة في ولد حيران بيسأل عن وطن راقي ومعافة أنا ما بعرف ربما انت تغرأ ما يكتب ولكنك لا تغرف عندما يكتب بين السطر لا ورينينا طوال شنو قريته انت ما حصل يا هيسم طيلت تاريخك الصحفي تعريفك للاغنية انت كمغني بيتمسي الجن تعريفك للاغنية الاغنية هي يشوف دمع تحاسيس ومشاعر دمع سياسة من معاي والحلفة نعم الاغنية هيشنو الاغنية ما يحساس الاغنية لما يقول شاعر تخاطب إحساسي أنا وأنا أعيشه وأتغنى بيه وألقى في تفاعل معاه من الجمهور دي غمية المعايير والنجاح بتاع الاغنية تتفق معي ان الأغاني هي وسائق للتاريخ الاجتماعي حتى السياسي نعم نعم يعني انت دل الاثنين هما ربا يحفظهم دل بنات الأستاذ والأستاذ الفاتح حمدته نعم أغنية التاجوج كتبها الفاتح حمدته في زفاف ابنته كتبتها بالحرف الواحي انه يعني زواج أي من بنات الفاتح حمدته يعني ميلاد أغنية جديدة لنادخله أنا كنت أتمنى الفاتح دي يكون عنده مية بيت عشان في كل واحدة اكتب اغنية ماستر بيس يعني 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 كل الاغاني اللي غيلت في مناسبات ليه لما كتب الجاغريو لأحمد المصطفى يا حبيبي أنا فرحان وفرحان بيك يا ريتي دوم هنا أنا في زواجه ليه لما كتبتو عن الكلام ده هل أخطى الجاغريو وهل أجرم أحمد المصطفى عندما تغنوا له بأغني فيهم زفافه ليه لما يغنوا ليه لميسو ليه تاجوج والمشكلة يعني هل مناسبة ما حاله الإنسان بيكتب شنو شاعر ما حاله هل تتكلم عن الكلمة أو عن المناسبة هنا؟ أنا بتكلم الكلمة دين خليها أنت تناولت المناسبة أنا بسألك عن اللغن الاثنين مناسبة أيوة كلام جميل يا خي اللغنة ده ما غنوا يا عزة وغنوا يا نفيسة وغنوا يا نعومة اللغنة دي كان ممكن يكون من غير ما يسكر اسم لميس أو تاجوجة رغم أنه أضافت لغن ألغ والله يا أسماء جميلة هل تتفق معي أنه مفاهيم هذه الخدر وغنيته على الإطلاق لأنه لو البون شاسع والفهم شاسع أنا ما كان عبرته أنا بيفهم وبيوعي بأعتقد أنه أنا بغني أحيوه وما يغنعني وما يقاطب عغلي ووجداني تتفق معي أنه كنت بتغني كلمات الفاتح حمدته مقاملة لو على الإطلاق على الإطلاق وأنه هو من داعمي مشروع والله شوف الفاتح ده على كل الله صيد صيد الإنساني والأسري والفني دعمني وانا دين لو بفضلي كبير جدا مش لو على الإطلاق لأنه إنت قد لا تعلم يا هاسم إنه عشرات الأغاني بتاعت الفاتح ولحنت وغمت لي وانت زررت عنها على سبيل المثال أقدر مثلاً أنا أوريك له زمان أو لاسي؟ من فترة أكتر من عشر سنة في أكتر من ستة سبعة أغنيات على سبيل المثال الأغني بتاعت راجع بعد ما قدر استحضر الكلام اللي هي لو راسخ كان يستحضرته لا عفواً أنا بقول لك ما قصة راسخ وما راسخ الكلام ما دار أقول لنا كلام يعني مبتور لكن دار أقول لك من الأغاني ألقدمت لي وشعرت أنه أنا ما لغني أعتبر المفردة أنا ما قدرت أعايش على الأغنية دي أغنى كثير أغنى جميل يا حسن الزبير اللي تجاني حاج موسى أنا شعرت أنه أنا ما بكون أمين ما قادر أعبر عنه ما قادر أوصله وأنا سعيد جداً جداً كثير جداً من الغونة ده غنى والزميل محمود وغنى زمال الآخرين ومعت الصباح وغيره والأغنية دي نجاح وانا يا أخي الدنيا بخير دي ده مشروع بتاع 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 مدرسة بتاع التفاول فيش نو أجمل وده أكتر ما يمز شعر الفاتح حمدته إنه دايماً نهاياته سعيدة وده إن داع المامو تابع إنه هي واحدة من دوغني أنا مستلتباه السودان في مهرجاء الأغنية العربية ولحنت أنا وحققت فشل زريح في المهرجانة ولماذا حققت؟ هل كل التاريخ الغون السوداني اللي شاركوا بيه وغنى ليه ما تناولت فشل الأغنيات الأخريات وليه الدنيا دي؟ وبعدين أصلاً أنا يعني أنا مشيت المهرجان ده بالذات من دون المهرجانات إذا إنت تابعته إذا جلت نتاجه مهرجان الأغنية العربية بالوردو نعم أنا مسلت السودان في مهرجان اللغنية العربية في عمان وكان المسألة مخجلة جداً جداً ويعني كانت استهجان وغضب كل الأخوة العرب والمشاركين إنه كل الجوائز كل الجوائز بتعطى النصوص والألحان كلها أخذوا أخوانا الأردنيين ما عادة جائزة واحدة بتعطى أدى أخذتها مغنية من تونس واحدة ودي لأنه لجنة المهرجان الرائَي للمهرجان ده كانت الملكة نورش ورأت إنه يعني ما ترغمept어지يها تدع الأقل جائزة واحدة لجنة التحكيم على حسب معلومتي كانت من دول عربية مختلفة أنت لا تعلم أنت لا تعلم إنه السوادة الأعظم وفي كتيب بتاع المهرجان لجنة التحكيم كانت من دول عربية مختلفة دول عربية مختلفة لكن السوادة الأعظم في اللجنة هذا مسألة جافة الحكمة وجافة المنطقة في الوقت إنه كان في أردنيين أنا ما بس أتلعى لنينة لا لأ 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 لنينة لنينة ما كانت أردنية شوف الأركان الأركان بتاعت أي محكمة حتى في الغضاء يا أخ أنت لو ما يعني اطمئنيت لمحاكمة الغاضي بيتطلب تغييره من ناحية بيتطلب أنه تغييره لا أنا ما دار أطلبه بالعكس بالعكس أنا شاعر أنه الغاضي اللي بحاكم في نيدا يعني لو أنا ما في في مستوى فهمه ولا جرأته أنا أفوق جرأته فصاحة في هذا الممبر بعرف كيف أدافع عن حقي تماما أنا أحمد الله أنه أنا ما في لا لا كيف كيف ما في لا علاقة بالموضوع أنا أنت بتحاكم ما في تكلم في نادر خدير أنت بتتكلم نادر دا بلاش يمثل دي أنا ذا قبل قلت لك لكن أنا واحد من جيل يا ذوب إحنا لقينا فرصة أنه أنا إحنا وأنا أكتر حاجة خلتني أنا أجي لهارموني أنه أنا يعني يعني متيقن تماما أنه أنا أي كلمة أقولها للمرة الثانية لن تمتد إليها لن يمتد إليها المقص ودي مسألة يعني دي واحدة من واحدة من معلومة راس خجواك ومختنع بها تماما وإلا ما كنت جيد ولا شبهي تحزير كده إفادة شبهي تحزير لا هي ما تحزير ما أنا ما يلوى المتفق معاك لو حتشيل حرف واحد من اللغة دا ما إحنا في اللغة قبل كده قلناه يعني في بعض المغابلات السابقة الغائمين عاملوا البرنامج عاملين أنهم خايفين عليه أكتر من خوفي على نفسي بيروا أنه أنا بقول كلام أحياناً غد يتجاوز الحدود الحامرة أنا أوعى من كده بكثير أنا ما أتجاوز حدود في حين أنه بغور راي أنا برا إنه الراي دا ذاته لو يصل للزهل المزول في الحتة دي حيحطربنا أكتر منهم طيب ذكرت معلومة خاضة اللي هي إنه لجنة التحكيم كانت من دول عربية مختلفة معلومة دا صحيحة أو لا صحيحة لا لكن أديت انطبق للمشاهدين لجنة التحكيم نعم نعم مع في الكتاب بتاع اللجنة كل اللجنة أردنيين اللجنة السواد الأعظم من الأعضاء كانوا أردنيين يا هيسم طيب دا كلام يعني حتى كتبوه في صحف عربية مختلفة السواد الأعظم السواد الأعظم هو اللجنة كل أعضائكم لعنشان نحن نتكلم عن السواد الأعظم شوف يا هيسم اللجنة وقتها وأنا ما أستحضر رصة في الكتاب إذا كانوا فيها سبع أعضاء كانوا فيها أربع أردنيين طيب كانوا فيها أربع أردنيين نعم إذا كانوا سبع نعم جاءت أسرار بابكر وشاركت من بعدكم بعاما وبعامين وكانت كفارة حقيقية لضحف مشاركاتكم الفنية والله يا أسرار دي وتعرف واحدة من الفنانات الرائعات اللي ما أنا أسمعها ذاتي يعني زي ما يقول شنو يعني جلدي ده من كم الهايل من التطريب ومن الصدق في صوته أنا سعيد جدا جدا تحقيق نجاح لزميل أو زميلة لم أستطع أن أحققه لا يبخص من نجاحه على الإطلاق إضافة للسودان يعني فخري للسودان وفخري لنا إحنا إنه في ناس زي ما أنا بقول في الآخر الناس تقاتل ما مهم أنا بصارع فيه منه إذا أنا مؤمن بقضية حنتصر في الآخر النجاح الأخذ أسرار وأنا بحييها عبر هارموني لا يغلل من قدر مشاركاتي ومشاركات زملاء آخرين قبل أسرار وبعد أسرار ولا يعني عن الإطلاق إنه المشاركة بتاعته اللاجيال البتيجيب على أسرار معناه كلهم فاشلين كده إحنا بنغضي تزيل إحنا بنغضي تزيل إحنا بنغضي الكورة طوالة علاكت فشلك في التحكي لا على الإطلاق لا إطلاق ما كده لكن ليه وإنتوا تعالوا إنتوا بس بيقضع الناس الشارك في المهرجانات العربية وين العمالغة بتاعنا الغنى السوداني دا ورونه حق قوين مشاركات وحق قوين إنجازات في نفس المهرجان ما في غير أبو عارك البخيت نعم أبو عارك البخيت واحد ده واحد من العلامات الفارغة في عالم الغنى السوداني المسألة لكن اللون بتاعنا من بعد ما لاش نخش إنه ده خماسي وده سباعي لأنه إسرار فازت لكن لا يعني على الإطلاق إنه الفوز بتاع يا أخي الغنى السوداني دا معشان إخاطب ذاته إيدانا نازل بعدين هي فازت بالتوزيع مظبوط يعني أسرار أسرار فازت أفتكر أجمل لحنة أو حاجة زي دي أنت عارف المعلومة شو؟ طبعا طبعا قال لي هشنو؟ أنا باستحاب بأنه عارف أنت رأيك لا أنا باعتبر ده نجاح هي فازت باشنو؟ أنا باعتبر إنه نجاح حتى لا تبني وجهة نظر أنت هي فازت بال لحنة أفتكر بالنص أجمل نص وأجمل لحنة أجمل لحن؟ أجمل نص وأجمل لحنة أجمل لحنة طبيعة المهرجان إنه في جائزة لأجمل نص وجائزة لأجمل لحن وجائزة لأجمل آداء وفي جائزة لأجمل أغنية متكاملة لمايكروفون زهبي طبعا وذي عمرها ما في يعني لن يغامر كل لجان العربي في وقت قريب ما أعتقد أنه حكم من نصيبنا أتمنى والله أنه أنا ما أشكك أبدا في حيادية اللجان أنا كنت والله أنا أشكك في البلاد العربية أنا أشكك أنا حضرت دورة في سوريا لمهرجان والوني العربية وفازت بي أنت ما أشكك أنا أشكك فازت بالمايكروفون الزهبي أنا أشكك أنا أقول لك على فكرة هم أدوا يلا قاموا أدوا أحسن توزيع للمصريين وأدوا أحسن لحنة للتوانصة مظبوط دي صغفت لا يبتلك لا 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 لازم يرضى الشغيغة الزعيمة مصر لازم لا يستطيعوا لا يستطيعوا في مهرجانات فيها كذا جائزة أنه مصر مصر شغيغة مصر هم الدنيا شيء دامة بيت نعم ما في كلام لازم لكن ما في مجابة لو ما في محابة في المهرجان أنا 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 سمعت أنا أنا كمتلقي أنا سمعت في في ألحان في نصوص في ناس غنوا معنا في 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 نفس المهرجان ده ها ويشهد الله إنه في الجوائز المشت لبغية اللغنيات التانية الوردنية كانت أجمل رأيك لا يوم السر بعدين ما كويس هو ما في اللاخر يا سيدي هو في بيتشكل لجان بيحدد حياة زول إنه يعيش ولا يموت خليك من اللح ما هي اللجان في الآخر أنا بقول لك إنه المهرجان ده كانت تحكيم فيه ما فيه في جوانب كثير شخصي ما رأي إنت شفت إنت شفت شريط المهرجان ده لما أورض شفت اللغني إنت إذا المغياس هو لجنة وتفاعل الجمهور لو في يعني مش عارف أقول لك يعني جبلين مغياس زي مغياس ريخ ترك عشان نشوف علوص صفقة لما دمنا نحن ويشهد معاي الأقل الأستاذ صعد الطيب الكار الحضور معاي وهو قام بيتوزيع العمل إنت عارف شريط المهرجان كيف ما عارف شريط طيب أعرف يا روط المهرجان إنه في النهاية إنت لما سافرت من هنا مش عارف إنه الراي بلجنة التحكيم ومالى صفقة الجمهور لجنة يا هيسم إنت بتتكلم كيف الجمهور معامل مهم جدا جدا ماذا استفتاء ده بالنسبة لك كيف بالنسبة لك الإنسان ده ذاته الإنسان ده ذاته هدي كون ما ناضي الجمهور الموجود ما ناضي ما ناضي ما ناضي فنيه ما ناضي فنيه جمهور أنا بغني لا أغنية بيسلم مغايرة للاستماع رجكون جمهور مثلا من الجالية السودانية مثلا حضور ضليل وضعيف جدا ويحفزوا بيعتبره أنه فنان سوداني يا سيدي حبو حضور كام ضعيف واشي المؤلم شوف الشي المؤلم على ذكر القصة كده لأنه أصلاك كده عن قول الحق شيطان أخرص المشاركة دي زاتا يعني كويس في قبن سابق كده كويس أنا الأوان الواحد يقوله في الحتة دي حتى المشاركة دي زاتا الشي المؤلم جدا أنه لولا وجود الأستاذ حسن فضل المولة في ذلك الوقت كان مدير كان نائب مدير التلفزيون ومدير البرامج لولا وجوده لمشارك السودان على الإطلاق أصلا بغنيه التقصير يعني الصاحب على المستوى الرسمي من هنا يا أخي أنت بتتخيل ما قبت أول مغني شارك في المهرجة لا لا طبعا أنا أتكلم شارك قبلك مغني أي أنا ما أنا أتكلم عن غصور يعني وضع النقاط فوق الحروف هل تعلمين أنه أنا أسبوع متتالي يعني سبع أيام أنا بتواجد في أروغة التلفزيون عشان أعرف التسكرة حتطلع متين وأنا بكل فخر أنا أول من ناضلت وأول من قاتلت وأرسيت مبدأ أنه لازم الفنان أمشي معاه موسيقي متخصص أنا غير دارس العلم الموسيقى أنا غير موزع معلومة ما حقية معلومة ما حقية اتفضل قول سبقه ساما الشيخ والساق معاه برضو سعد الدين الطيب على نفقته الخاص على نفقته الخاص ساما دفع من حر ماله عشان يسوق الأستاذ سعد الطيب سعد الطيب هنا أنا أرسيت أنه لازم أمشي أنت إذا كان في رياضة إذا في سياسة إذا في علم فلك بمشي 500 زول وما بيجيبوا نتيجة زول ماشي ما عليش ما نتائج يعني على غلتها لو غار النابي مستوى المشاركة ما عليش ما قلت لك أنت وإنتم متحملين الرياضة ما أقول ما داري لها لغة زي لغة المسيغة أو لون المسيغة في عوامل كثيرة بتدخل في الحتة القصة ما دافوري ولا كورة لكن أنا بتكلم لك إنه أنا سبع يوم أنا كفنان لحد الساعة خمسة ميسا وتواجد في التليزيون وداء بوبادر جريع جدا من حسن فضل المولا هو اطلع التسكير أنا الساعة خمسة مشيت بنفسي أربع يوم خمسة يوم فوجيت الساعة ثلاثة مبادر جريع حسن فضل المولا لا يمثل نفسه يعني أستاذ حسن كان وقتا يمثل التلفزيون يمثل التلفزيون وكان على مزوليته حسن فضل الراجل ولا يعني لا ما بينتقسم بالتلفزيون ولا 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 يعني ولا يخارجني يعني خارجني تردد ولا خوف للحظة أنه من كان غير حسن فضل المولا أو من كان غايم على أمر الإعلام في ذلك الوقت ولا نا أنه لو لوه ساعة موشة أنا مدير العلاقات العامة في تليزيون لحد الساعة ثلاثة والمهرجان بعد بكرة بيجي يقول للجوازات وبقول له يا أخي عايزين أقول طرف من الخدمة الإلزامية هل هناك إلزام يا سادة الكرام أكثر من تمثيل السودان أنت بتبرر اللي يفشل لك لا أنا أنا ما ببرر أنا أنا بملك الناس الناس أنا ما باتكلم أنت أفضل من السيغة على الإطلاق أنه معانا سافرت متأخر لا ما سافرت متأخر أنا يا أخوان في زول ما أشي يمثل السودان لحد الساعة خمسة لا عارف تأشيرته بيعملوا منه أنا أتكلم عن سلبيات مجهد ذهنية لا عارف الإطلاق لا عارف الإطلاق أنا أتكلم عن سلبيات بعض ما وصلت في حزمة من السلبيات نقول أنه في حزمة من السلبيات ليه محققت النتيجة إيجابية هل أنا أول وآخر من مسل السودان في المعرجانات لا طبعا ها لا طبعا طبعا أنا بقول لك قبيل أنا بحييي النجاح بتعزمي لكن أنت جزء من منظومة فشل المشاركة لا احترف أنك أنت جزء من المنظومة أنا ما جزء من الفشل يا أخي أنا إذا نجحت إذا نجحت فده فضلي كبير وتوفيق من ربع إذا فشلت فعلى الأقل يا أخي أنا يعني ليه محمدة المشاركة والتواجد وتمثيل السودان في الوقت أنا كان ممكن من حقي أنا وما في زول بتهمني بيت تقصير لو قلت أنا ممسافر كان في تجاوز في مشاركتك تجاوز كيف ما فرص ضيمة زبلاني أخده وفي ناس بعد يأخده كان في معلومة مؤكدة بتقول أنه واحدة من شروط المهرجان أنه المغني اللي بيشارك يكون دون سنة الخمسة وثلاثين عام طيب ودي هسه ودي حتى تأثر بشنه يعني لو خمسة وثلاثين وغيره المشكلة شنه ما في ناس ما مشهوا ومسلوا دون الخمسة وعجرين المزال يعني كان سبب الفشل أنا مشيت ألعاب هو ولا مشيت مارسون أنا ولا مشيت ملارسون دشرت من شروط المهرجان البيئة 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 إتحاد إذاعات الدول العربية وهل أنت بتعزي إنه إذا أنا ما كنت متوفر لي شرط عامل السين هل ده له علاقة في أدائي ولا مشاركتي في الحلقة أنا بتكلّع عن الخرق أنا خرقي ده أنا زول ناس رأت إنه أنا في المهرجان ده أنا وحن الناس يعني الليجنة أو الناس اللي خيرون بيارو أنا خير من يمثل السودان في هذا المهرجان وإنت طلعت على الكتاب وعرفت إنه ده واحد من شروط المهرجان يحتزل أول حاجة أنا لما اختاروني راجل بتتكلم عن إنه يجب إنه ما فيه واحد ياخد حق غيره أنا ما أخدت حق غيري أنا ما أخدت حق غيري أنا ما أشيد على حساب زول ولانه القصة دي ما حكري علي أنا ما أخدت فرصة وجيت الجنة على فرصة الآخرين أنا ما أخدت فرصتين أنا فرصة ما أخدت كله مغني آخر وهو أختم ما فيه مغنيين تانين يعني وهل المهرجان هتو يكفت ولا المشاركات هتو يكفت اللي ياخدوا كله فرصه يعني أخدت الفرصة اللي أنت أخدتها كان محتاج لها محتاج لها كل الفنانين الشعور الموجودين شفت يا هيسم تنطبق ولا تنطبق اللجنة اللي اختارتني هنا دي رأت إنه أنا من ناحية موهبة قد يكون واحدة في الشروط مجحفة للمشاركة وقد رأت اللجنة هنا إنه أنا أشارك ودي مسألة عندك مع المدينة لو كانت اللجنة يعني عرفة المعلومة بتاعت إنه المغني متجاوز السنة الغانونية للمشاركة كان لغة مشاركتك ممكن نسبة التوتر في دمك كم في المئة يعني يمكن تكون واحد ونصف في المئة كده واحد ونصف في المئة في أسوأ حالاتي وغير كده ناقص واحد ونصف في المئة في أحسن حالاتي اللي لك أردت كم معنا يعني الليلة قدري ما حاولت أنت يا عيسم تسيرني وتقوش معاي في حتك إذا أنا إطلاقا ما نجحت في أنك توترني في حاجة درهايك الشخصي أيوه رأي النهاية ظلم المشاهد لكن يجب علي أن أشكرك على جرؤتك وعلى هبولك للجلس على كرسي محاكمة ولذلك أنت مزعجة والله ما مزعجة ما نقلت لك ده لي فرصة فيك يا عيسم من زماننا اللي لقيت الفرصة وليقيت فيها حسن وليقيت الفرصة ليس لقيتها أنا هاجمتك إنت دعيتني ولا أجيت وديتني فرصة يعني جوابتك يعني أنا 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 سعيد جدا والله الليلة أطيلة على الجمهور من خلال هارموني وشكرا لك كثير أنت برضو طرحت أسئلة لو ما سألتني لها كان نفسي تزالني لها وما كنت سعيد بمستوسعات تاسة لأن هذه التساؤلات وطرح قد تكون ألغت جانبه ولو بسيط عن شخصية نادر خدر الما مغنى وما فنان نادر خدر الإنسان وعريت أتمنى أنه أنا أكون وفقت يعني في جاء رأيت لو في أكثر من نقطة تستحق مما طرح في الحلقة تستحق أن تغف عندها أن تغف عندها مستقبله إن شاء الله شكرا جزيلا لعاد الخدر شكرا جزيلا لحزم شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين وإلى أن نلتغي في الحلقة جديدة من محاكمة